مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع مادة اللغة الإنجليزية اليوم سنقوم بمتحدث عن مدينة 8 بمتحدث عن كيف نتعلم النهاردة معدنا مع مدينة 8 هنقش فيه التايتل بتاعنا هنتعرف عن نيو فوكاب هنشوف بعض الناس هنتعرف كمان على بعض الناس يلا نبدأ مع بعض كده عندنا في النيو فوكابلوري في الكلمات الجديدة نشوف مع بعض موسيلز يلا نقوم مع بعض كده اجين موسيلز كلمة عضلات موسيلز لابتوب اجين لابتوب موسيلز يلا نقوم مع بعض الناس موسيلز الوالدين الوالدين الاب والامة والوالدين موسيلز وطبعا المفرد موسيلز رسم توضيحي Diagram Again Diagram Computer Games نقول مع بعض ألعاب الكمبيوتر Computer Games Brain مخ Brain Relax Relax is a verb ده verb طبعا بمعنى يسترخي Relax يلا نشوف مع بعض language notes أول حاجة عندنا make عايزين نعرف make when we use it بمعنى يجعل أما كون بحاجة استخدم كلمة make بمعنى يجعل بجيب بعدها الobject المفعول وبعدها infinitive أو adjective ممكن أجيب فعل في المصدر أو صفة تعالى نشوف أمثلة كده مع بعض أما أجيب أقول أما أجيب أقول mom made me clean the flat remote control made people lazy الأول mom made me clean the flat ماما خلتني أنضف الشقة made جيب بعدها الobject المفعول وبعدين الفعل في المصدر ليه clean الجملة الثانية remote control remote control made people lazy خلى الناس كسولة يبقى هنا جبت بعدها adjective صفة يبقى نتعلم الـ structure ده مع بعض كده أن make بيجي بعدها object مفعول وبعدين فعل في المصدر أو adjective صفة هقول لك مثال تاني لو قلت مثلا أحمد made mona cry يعني خلى mona تبكي تبكي يبقى ده verb في المصدر ممكن نقول برضو أحمد made mona sad خلىها حزينة يبقى دي adjective صفة يبقى make هيجي بعدها object وبعدين verb في infinitive أو adjective صفة كمان عندنا عايزين نشوف مع بعض في language notes تساوي what age اللي اتنين معناهم ما عمر يعني لو قلت how old how old is aya كم عمر aya دي بالضبط equals بتساوي what age is aya يبقى يبقى حتى ممكن تجيلي في سؤال الريراية يعني ممكن يجيلك سؤال زي كده how old is aya ويقول لك استخدم what على عشان استخدم what طبعا يبقى مش حينفع أجيب old لا أقول what age في حاجات كتيب لازم نعرفها في موضوع how plus adjective تعال نبص مع بعض على الشاشة كده لو قلت how intelligent are you هنا بسأل عن درجة زكائك قدي إيه أنت زكي بسأل عن درجة what age is aya what ويجبنا بعدها النعون الاسم spend plus time verb ing وفيه كمان spend money on رانا رانا spent two hours doing her homework قضي تساعتين تعمل الhome work my brother spends too much money or much money on clothes بيصرف فلوس كتير على الملابس spend بيجي بعدها time وقت وبعدين ing دي بمعنى يقضي وقت لو جبت بعدها money فلوس أو أي مبلغ مالي أقول on بيصرف فلوس على كذا تعال نشوف الانجوج فونكشنز عندنا النهاردة في الانجوج فونكشنز we will learn نحن نتعلم عن حاجة جديدة اللي هي asking about problems and offering help and talking about problems إزاي أسأل عن المشكلات وإزاي أقدم مساعدة لحد لحد عنده مشكلة يعني هنستخدم الحاجات دي مع بعض كده نتركز مع بعض ممكن أسأل واحد هل لديك أي مشاكل انت عندك أي مشاكل let me see if I can help ممكن قوله برضو let me see if I can help يعني شوف استني إيه ممكن أحاول أساعدك أحاول لأساعدك what is the matter ممكن كل what is the matter إيه تعبيرات باستخدمها to ask about problems and offer help عشان أسأل عن مشاكل حتى إذا كان عنده مشاكل وأعرض مساعدتي في بقى في الجزء التاني عندنا في الجدول هنتكلم عن حاجة تانية الحديث عن المشكلات أما أعرض مشكلتي أقدمها بالشكل ده نشوف مع بعض أقول لما afraid that I have a problem using the internet وحد يقول أنا عندي مشكلة ببعرفش أستخدم الانترنت حد تاني بيقول برضو في تعبير تاني I find difficult to solve this sum يعني مش عارف حل المسألة دي the trouble is that I spend too much time on computer حد بيقول المشكلة أو العقبة اللي عندي أن أنا بقضي وقت كتير على الكمبيوتر يبقى اتكلمنا دلوقتي في التابل بتاعنا عن asking about problems عن مشكلته وأدم مساعدة لي وبرضو to show my problem أن أنا عبر عن مشكلته أنا إزاي بالطرق اللي احنا قلناها دي تعالي نشوف الأسئلة بقى سؤال على موضوع language functions الأول write what you say in these situations اكتب ما تقوله في المواقف القاتل you ask your sister if she has a problem بتسأل أختك إذا كان عندها مشكلة هتقول لها have you got any problems again have you got any problems your brother has a problem using the internet اخوك عنده مشكلة في استخدام الانترنت هقول له let me see if I can't help يعني سيبني هحاول أساعدك let me see if I can't help يلا بقى نشوف الجرامر عندنا النهاردة وهنتكلم النهاردة في الجرامر عن ing forms ing forms how to use ing forms ازاي باستخدم ing forms ازاي استخدمها as a subject كفاعل ازاي استخدم as an object كمفعول and so on firstly we're going to discuss ing forms as a noun عايزين نستكلم الاول على ing اللي هو الفرب plus ing استخدامه كنون امتى استخدامه كنون اسم تعال نشوف مع بعض لو قلت سيرفينج the internet is very useful تصفح الانترنت مفيد جدا again سيرفينج the internet لحظوا ان انا بدأت بال-ING في اول الجملة هنا بتعامل معها as a noun كاسم تصفح الانترنت زي برضو ما اقول مثلا swimming is fun السباحة متعة running is useful الجاري مفيد doing exercise اداء التمرينات مثلا is very beneficial مفيدة جدا يبقى دي ببدأ بال-ING باستخدمها as a noun تعال نشوف كمان في بيقول لي برضو reading is fun القراءة متعة برضو هنا ING باستخدمها as a noun تعال نشوف تاني استخدام لها باستخدمها as a subject or an object باستخدمها كفاعل او مفرول يعني ممكن ال-ING استخدمها as a subject or an object كفاعل او مفرول تعال نشوف المثال الاول كده لو قلت reading enriches our knowledge القراءة ركز معايا كده شو بقولها ازاي reading enriches our knowledge القراءة two three المعرفة reading هنا استخدمتها كفاعل لان جايب عديها ذرب فاعل يبقى انا بتعامل مع ال-ING هنا as a subject خدوا قالكم الموضوع ده بيلغبط ناس كتير قوي على رغم انتبان قدامك انها سهلة يبقى انا اتكلمت اول حاجة في ال-ING forms قلت بستخدمها as a subject وشوفنا امثال عليها دلوقتي بستخدمها as الاول استخدمنا هنون الوقت بستخدمها as a subject اما قول القراءة reading enriches جايب بعدها فعلي يبقى هي subject فعلي تعالي شوف المثال التاني لو قلت Hala loves cooking هلأ بتحب الطبخ cooking هنا جات بعد الفعلي يبقى بستخدم as an object كمفعول يبقى ال-ING form ممكن لو بدأت بها الجملة وجاي بعدها verb يبقى انا بستخدمها كفاعل لو جات هي بعد الفرب يبقى بستخدم as an object كمفعول برضو عندي preposition plus verb and ing ودي حاجة بتحير الناس كتير مؤظم preposition حروف الجر بجيب بعديها verb plus ing زي المثال ده مثلا he apologized for losing my mobile phone هو عتزر على انه ضيع الموبايل بتاعك for جبت losing ing she congratulated me on passing the exam هي بركت اللي او هنيت لي على النجاح في الامتحان on is a preposition حرف جر وجبت بعديه برضو ing عايزة راجع معاكم الجزء اللي احنا شرحناها دلوقتي عشان مهم اوه بقى فاهم الفرق بينها i شرح خدنا في الجرامل حاجة صغيرة بس مهم ان انا بقى فاهم ing forms قلنا بنستخدم as a noun كاسم زي ما قول مثلا reading is fun القراءة متعة يبقى reading القراءة دي اسم بنستخدمها كمان as a subject كفاعل بستخدمها كمان as an object كمفعول رابح حاجة قلناها ودي كات الاخيرة ان انا ممكن اجيب ing بعد preposition حروف الجر وشوف نعمثلة عليها تعالي نشوف مع بعض بقى الاسئلة اول سؤال عندنا عادي نشوف سالما وآية تتحدث عن الأولمبيك بيكلموا عن الألعاب الأولمبية سالما بتقول في سؤال آية قالت لها it started in greece 776 bce سالما سألت سؤال كمان قالت the winners get gold silver and bronze middles الفيزين بيأضوا ميدليات ذهب وفضة وbrons هما بتكلموا تنساش انهما بتكلموا عن الأولمبيك جيمس الألعاب الأولمبيية طبعا المفروضة بقى فاهم عارف كويس قوي اما بيديني اجابة زي دي مثلا بقول it started هي بدأت في اليونان سنة كذا يبقى هسأل أكيد when هي بدأت امتى وممكن برضو على فكرة اسأل بوير اصلا هو ذاكر معلومتين الانجريس في اليونان ودي مكان اسأل عنها بوير وذاكر سنة ممكن اسأل عنها بوير تعال نشوف مع بعض كيف هنقول ازاي when did the olympic games start امتى بدأت the olympic games when did the olympic games start طيب السؤال الثاني اللي جابة بتقول the winners get gold silver and bronze middles يبقى what do the winners get يعني الفيزين بيحصلوا على ايه حد حيقول لي مستر انت في السؤال الاول عملت السؤال في الماضي وجيت بعد من هعمل السؤال في المضارع هو ينفع كده اه ينفع لان السؤال الاول بسأل about date عن تاريخ في الماضي عن نشقة الالعاب الالعاب الالمبية دي شيء في الماضي لكن الالعاب الالعاب الالمبية مستمرة لحد دلوقتي فانا بسأل بقول دلوقتي الفيزين الناس اللي بتسوز بتاخد ايه يبقى ذا سؤال في المضارع اسأل بدو عادي نكمل المحادثة سلمة بتقول فيه سؤال آية قالت yes I do did Egypt win any middles ردت عليها الاول السؤال هنا تبقى do do you enjoy watching them انت بتسمتعي بمشاهدتها بمشاهدة العاب الالعاب الالمبية قالت yes I do did Egypt win any middles yes Egypt won a lot of middles مصر فازت بميداليات كتير سؤال re-write طبعا انت كلكم بتحب سؤال re-write سؤال re-write سؤال re-write سؤال جميل بيدربني على grammar وبيخليني اكتر سؤالي خليك تفهم grammar طبعا هو سؤال re-write لازم نركز ولازم تبقى اوخد بالك في سؤال re-write to give the same meaning ان انت تحافظ على معنى الجملة مش تكتب تستخدم الكلمة اللي بين اقواز بس لأ وتدي نفس المعنى في الآخر هنشوف مع بعض he no longer plays tennis ما بقاش يلعب tennis عايز استاد stopped احكيت طبعا هقول he stopped playing tennis هو توقف عن لعب tennis stop ناخد بالنا انه بيجي بعدها verb plus ing he stopped playing tennis it's better for tourists to travel by bus it's better for tourists الافضل للسياح ان هما يسافروا بالأوتوبيز you requested to use traveling طالب منك تستخدم traveling وتلاحظ ان t capital يعني عايز نبدأ بيها هقول traveling by bus is better for tourists حاسبها شوية الجملة دي نبص على كوالس كده كلنا علشان نفهمها الجملة بتقول it's better for tourists to travel by bus احنا من شوية كنا بنشرح ing forms الverbal ing قلنا ممكن نبدأ بيه جملة يعني ممكن استخدمه في اول الجملة عادي هو جايبها بالتي حتى capital يعني عايز نبدأ بيها هقول traveling by bus is better for tourists يعني السافر بالتبيس افضل للسياح I blamed him because he spilled tea on the carpet انا نشوف مع بعض الاجابة اكيد bravo عليكم عرفتوها I blame them for spilling tea on the carpet نبص مع بعض على الشاشة I blame them for spilling tea on the carpet انا لمت على سجب الشعي على السجادة she no longer watches tv عايز استخدم anymore she no longer watches tv عايز استخدم كلمة anymore طيب حنوقف شوية بالجملة دي عايز بس اوضح لكم حاجة بسيطة كده احنا لما نجي نتكلم عن post habits عادة في الماضي ممكن اجيب use to plus infinitive use to بعدها فعل في الماضي على فكرة دي تعتبر بتساوي no longer plus verb وبعدها فعل في المضارع البسيط مصدر يعني او مصدر plus s او es او is الكلام ده انتوا عارفينه كويس يعني ايه مضارع بسيط بتساوي ايه كمان بتساوي negative ذرب منفي فعل في المضارع البسيط منفي واجيب في الاخر any longer او any more ايه الكلام ده احنا عايزين نفهم مع بعض هنفهم مع بعض بالراحة كده هي used to بمعنى اعتاد ان يعني مرة تانية used to بيجيب بعدها infinite فعل في المصدر دي بتساوي بالزبط ان انت تجيب no longer معناها لم يعود وتجيب بعدها في المضارع البسيط يعني المصدر او المصدر وتزود له es او es او es طبعا الكلام ده انت عارفوا في المضارع البسيط او تجيب فعل في المضارع البسيط منفي وفي الاخر any longer او any more طيب هديك مثال على الجزئية دي لو قلت هقول جملة عليها كده لو قلت مثلا he used to smoke هو كان متعود يدخن تمام he used to smoke مش لازم بقى كامل الجملة بس عشان اوضح لك الفكرة he used to smoke مثلا when he was young لما كان صغير كان متعود يدخن هو صغير لو انا عايز استادي no longer دي بتساوي ايه بقى احنا قلنا هنجيب he الفاعل وبعدها no longer وverb في المضارع البسيط smoke هتبقى smokes he no longer smokes يعني هو لم يعد يدخن he no longer smokes طب بتساوي ايه كمان انا قلت ممكن اجيب في المضارع البسيط منفي وفي الاخر any longer or any more اقول he doesn't smoke any longer or any more يعني ما عادش بيدخن يبقى مرة تانية use to بتعبر عن past habit عادة في الماضي اما اجيب no longer ممكن اجيب no longer وبعدها الزر بعدي في present symbol او ممكن اجيب any longer or any more بس يبقى قبلها نافي لان طبعا انتم عارفين اني لازم يجي قبلها نافي يبقى he doesn't smoke any longer السؤال بتاعنا برضو على الشاشة هتبقى she doesn't watch TV anymore يعني ما بقتش او لم تعد تشاهد التلفزيون دي اجابة سؤال اما اجيب 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 عشان نكون بنتكلم عن post ها بتاعادة في الماضي اصدقائنا طالبات الصف الثالث اعدادي today we discussed نعشنا وبعد unit 8 اتعرفنا فيه على vocabulary شوفنا كمان the new definition شوفنا جميع structure الجميل بتاعنا اللي هو ing form